ما يسمى بتبون عن طريق الوزير الأول كما يسمونه قال لك القاخي طاب من بين الأشياء اللي شدتني في هذا قال لك رئيس الجمهورية نفتخر اليوم يعني هذا تبون نفتخر اليوم بأننا نحققنا قفزة نوعية ومستوية من بين الأعلى في المنطقة بل في العالم في واش بيربط أكثر من 99% من المنازل بالكهرباء و 65% منها بالغاز الطبيعي لا يستحي الكذب ما يتوقفش لا يتوقف هذا الشخص على الكذب تبون هذا 99% كهرباء هذا ليس صحيح ما فيش 99% كهرباء في الجزائر النسبة أقل وربما توصل في حدود 90-92% نعم لكن ليست المنطقة ربما تقدر تقارن روحك بتونس أو بالمغرب ربما ربما لكن تقول هذي من بين الأفضل في العالم هذي كم أنت أفضل منظومة صحية في إفريقيا هذا الجنون هذا الكذب هذا ما يتوقفش يعني كنت تقول هذي من بين الأفضل في العالم يعني يعني أنت تقارن روحك مثلا مع الرب اللي موجود في ألمانيا أو في كندا أو في فنلندا أو في السويد أو في النورفيج أو في بريطانيا أو حتى في إسبانيا والبرتغال يعني لهذه بلدان تعتبر فقيرة ومقارنة مع البلدان الغربية القوية والغنية أو حتى إيطاليا أو حتى اليونان تقدر تقارن نفسك بهم يعني ناهيك على دول مثل تركيا على دول مثل ماليزيا على دول مثل أستراليا على دول مثل نوزاندا تقول نحن نبيل الأفضل في العالم تتكلم وبعدين 65% من الغاز ربط 65% هذي 65% تعتبر بأننا نبيل الأفضل في العالم هناك في في بلد مثل بريطانيا أكثر من 95% تقريبا 97% الربط بالغاز يعني تجد بيت في جبل عنده الغاز وشوف تابعيني يعني مرات كان بيوت تبعد على في أطراف القرى تجد بيت في الجبل عنده الغاز ممكن نواصل حتى المية في المية يعني تقارن نروح وبعدين في الجزائل ليست 65% ربط بالغاز قبل ثلاث سنوات قالوا بالي 48% يعني فيها ثلاث سنوات زدتوا 17% مستحيل فيها ثلاث سنوات البلاد حابسة كلها وملايين اللي دخلوا للفقر وملايين اللي تعطلين أكثر والشركات اللي غلقت والناس اللي رأي في بؤس حقيقي يعني ما زال يكذب بحيث أكثر مما يتنفس هذا الشخص مش رايح نعطلكم به مع مقاطع أخرى لأن كلها كذيب وكلها ما عندهاش معنى ويتحدث على أننا سنقوم بالاعتماد على الطاقة الهيدروجينية إلى آخره قادرين فقط تسيروا البترول والغاز باش تروحوا انتال الطاقة الهيدروجينية بدون إرادة شعبية وبدون موافقة الشعب على نظام الحكم لن تذهبوا بعيدا كل يوم راكم تغرقوا أكثر وتغرقوا في البلاد وتغرقوا في الناس ومع عاد الأزمة العالمية الآن راح تكون عندها تأثيرات كبيرة راح نتكلم عليها فيما بعد كيفاش نشوف التأثيرات على الجزائر وعلى المنطقة عموما